رقفة عبدالنبي محمد سيد وشوروط رقفة عبدالنبي أبو طالب من جزيرة الوراء السن 35 سنة مراشع عن دائرة الوراء وأوسيم رقم 35 رمض التلفزيون ابنكم باسم سعيد أحمد سيد أبرواز سلمان رقش عمراجس النواب عن دائرة الوراء وأوسيم رقم 24 رمض الفراش أول طلب لقى في مجلس الشعب هي طلب خاص بأهالي جزيرة الوراء وهو رفع الظلم والمعاناة الذي يعاني منها أهالي جزيرة الوراء بسبب قرار المحمية الطبيعية الظالم لجزيرة الوراء اللي منع عندنا كل الخدمات من سنة 96 أول حاجة أجيب وزير الصح على المستشفى الوراء في المجلس مجلس خاطر في المستشفى ومجلس الشعب وعادونا كثير بتشغيلها وده كطلب خدم ده أول حاجة عايزة أشي لعبها عن الناس كثير قوي ده تتبادل في المستشفىات كثير قوي برا شعر بالعالمين دائرة الوراء وأوسيم تعتبر ريلة دائرة مختلطة ما بين الحضر والريف جميع القرى في الدائرة محرومة من الخدمات من مياه نقية من صرف الصح من مستشفيات وإن لم يكن هذا هو دور النائب ولكن نحن في المرحلة الحالية محتاجين دور نائب خدمي في الدائرة بجوار نائب تشريعي وأنا دارس القانون وأعرف كيف أقوم بهذا الدور مع دور الخدم والرقابة على المحليات لأن ما فيش مجالس محلية تراقب على رؤساء المدن ولا الأحياء والأحياء مهملة ولا يوجد أي أعمال ولا رقابة على الأحياء والميزانيات تصرف وتهضر في أعمال ليس لها قيمة نحن عندنا بقى مشاكل كتير عندنا بلدنا اللي هي جزيرة الورياء مثلا عندنا مشكلة الصرف فيها يعني فقيرة بلد فقيرة من الخدمات ومش أنقول بقى ميزانية ومش أنقول محدش جالها ده جهل من المسؤولين اللي جم قبل كده وجهل من النواب اللي جم قبل كده وكل الكلام دوت مفهوش أي حاج غير النوع تقصير من حقنا مننا في حق الجزيرة وأهل الجزيرة والورياء عمتهم في صرف صحي عندك كله عايز يتغير بالكامل بلد زي الجزيرة ديت مفهوش صرف أصلا عايز يدخله مشكلة الميا اللي عندنا دلوقتي اللي مسمع في الورياء كلها عايز أشوف إيه موضوع أنا روح تقدمت طلب بتحليل المياه والحد النهاردة نردوش عليا ومعايا ورقة بصورة الطلب دوت ويعني مشاكل كتير أولى وتكلمنا ملموسة في أرض الواقع عندك زبالة عندك الصرف عندك يعني بطالة عندك حاجات كتير أول دايرتنا كخدمات على أرض الواقع ناس بتشتكي منها وبالذات موضوع الصرف في الشارع وفي البيوت وفي الحوالي ودخل البيوت فيعني ربنا يقدرنا ونبقى قد المسئولية دي إن شاء الله الشباب هم مشكلة العصر الشباب هم اللي أمروا الثورتين 25 يناير و30 يونيا ولابد بنتمكين الشباب وإن الدولة لازم أن تكون شاب عشان نقدر نتقدم ويبقى فيه حرية وديموقراطية وعدها لكي معي إن شاء الله بإذن الله بإذن الله نوع من نادي بإذن الله للمدينة عندنا هنا إن شاء الله أول حاجة برضو للشباب نوع من لهم مشروع قوم يشتغل فيه شباب الورق بالكامل كبقى مشروعات ممكن تخدم البلد في نفس الوقت وتساعد في نسبة العمالة يعني بفكر في موضوع اللي هو موضوع إعادة تصنيع المخلفات تعزبالة ده حاجة برضو نفسي حقها هتحل أزمة بطالة كتير كل مجموعة شباب هتختص بمنطقة تحاول إن هي تعمل موضوع الفصل دوت وتوعي الناس إن هي تعمل فصل الزبالة من المنبع ومنها هيقضي خدمات وتوعيها للناس ومنها تفك عملات البطالة على الشباب شوائع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر